بعد ما تأكد أحبار اليهود من صفات الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلامات نبوته المذكورة في التوراة بدلا من أن يؤمنوا به كانوا أول كافر به أحبار اليهود كانوا طلاب للدنيا واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل قال أحبار اليهود نعم محمد نبي مبعوث إلا أنه مبعوث إلى غيرنا خلط أحبار اليهود عن عمد الحق المبين في التوراة بالباطل اللي افتروا وده بنسميه التلبيس ابن الجوزي رحمه الله ليه كتاب اسمه تلبيس إبليس عرف في التلبيس بأنه إظهار الباطل في صورة الحق قال فضيلة الشيخ الشعراوي رحمه الله إلباس الحق بالباطل دليل على ضعف اليهود وعدم قدرتها على مقاومة الحق وتكتم الحق الصريحة عامة بني إسرائيل وجهها لهم فهم يفسدون ويعلمون أنهم مفسدون يخلطون الحق بالباطل طارة ويكتمون الحق طارة أخرى وهم يعلمون عاقبة الإفساد من خزي في الدنيا وعذاب أليم مقيم في الآخرة أخي الكريم الحق ثابت لا يتغير فكن مع الحق تدور في فلكه وكن على حذر من أهل البدع الذين يلبسون الحق بالباطل فإن كان الجهل بالحق قبيح فأقبح منه خلط الحق بالباطل وكتمان الحق وبكل تأكيد الحج على العالم أقوى من الجاهل قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وأخيرا اللهم ألنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وألنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر